السلام عليكم يا شباب قبل كل شي اضغط لايك الفيديو اذا ما كنتم اشترك في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس اليوم جاب لكم حل مشكلة عدم ظهور هوت سبوت او نقطة اتصال شخصية حتى تحول الحاتف الى روتر بمكان الاشخاص الاخرين الاجهزة الاخرين اتصال في نقطة اتصال انترنت كيف الناس متشوفون هنا تحت خلوي ما في نقطة اتصال شخصية هوت سبوت مش موجود كيف تفعل هذا القيار جدا سهل اوكي نروح للشرح اول شي افتح لوحة التحكم فعل بيانات الهاتف بيانات الهاتف اوكي بعد ما تفعل بيانات الهاتف افتح العدادات اضغط على الخلوي اوكي الحين روح للشبكة البيانات الخلوية اوكي الحين ننزل لاخر شي مني بتحصل IPN اكتب اي شي بعد ما تكتب IPA اكتب اسم المستخدم مثلا اسم الشبكة نوح اوكي الحين ننزل لتحت كلام السر كلام السر اقل شي ثمان ارقام واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية اوكي اقل شي يعني تكتب مش شر تكتب واحد ثمانية تكتب اي رقم بس تحفظه وما تنساها ثمان يكون الثمانية وفق اوكي بعد ما تكتب هذه الثلاث بيانات اضغط على الرجوع بعد ما تضغط على الرجوع انتظر ثواني ناس ما تشوفون خلاص بيتغير هنا بعد الشي انزل خطوة للخلف راح بتحصل نقطة اتصال شخصية خلاص بهذا الطريقة اللي تم تفعيل نقطة اتصال شخصية الحين كيف تفعلها حتى جهاز اخر او شخص اخر يتصل في نقطة اتصال يتصل بالانترنت يتصل في الواي فاي اللي تم بثها من الحاتف تفتح لوحة التحكم اوكي اضغط هنا ضغط مطولة وفعل هذا الاختيار بعد ما تفعل هذا الخيار خلاص الحين مثلا لو تروح تفتح شوفوا الحين مفعل الروتر مفعل او نقطة اتصال مفعل الحين بإمكان اي شخص لو فتح مثلا افون اوكي الاعدادات تروحها للواي فاي الحين اذا بحث على الجهاز راح يحصل الناس ما تشوفون ايفون ويتصل وبحث الطريق تم تفعيل نقطة اتصال شخصية بالواي فاي تريد تغلقها جدا سهل افتح لوحة التحكم اوكي واضغط ضغط مطولة في الوسط الغي تفعيل خلاص اغلق هذا خلاص تم الغاء الانترنت الشريحة والنقطة اتصال شخصية وبس هذا هو المقطع اذا اجب المقطع اضغط لايك لفيديو اذا ما قد ما اشترف فقران اشترف فقران وفع الزردل بس مع السلام